موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات القرآن المتنزلة في كتاب ربنا سبحانه التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى سورة الحجرات فيها آيات تؤكد أكثر ما تؤكد على وحدة هذا الكيان المسلم وتنهى عن كل ما يمكن أن يزعزع أو يضعف هذا الكيان كل الهدايات التي في هذه السورة تنضي نحو هذه الغاية فهي أولا تحسم أمر المرجعية لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ثم تنضي من بعد في نحي الناس عن كل ما يفسد ذات البين بينهم من ذلك الشائعات والأخبار التي قد تكون كاذبة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وفيها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيسل اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لميت فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدهم أيّاك ولعم أخيه ميتا فكرهتموه هذه كلها أشياء تتصل بوحدة المجتمع وبتماسكه وبعلاقة الناس وبالأخوة التي برزت بوضوح جدا في هذه السورة التي فيها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نحن نعلم أن الخمر حرمت على مراحب يعني في البداية كان بيام بأنها ليست من الرزق الحسن تتخذون منه سكرا ورزقا حسن فكان في هذا إشارة إلى أن الخمر ليست من الرزق الحسن وفي مرحلة أخرى كان لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون في مرحلة حتى جاء التحريم القاطع التحريم القاطع يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لكن التحريم القاطع جاء في قوله سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون هنا الصحابة عليهم الرضوان قالوا انتهينا ربنا وسالت سكك المدينة بالخمر المراقة وكان ذلك التحريم النهائي القاطع الذي نلحظه في هذا التحريم أن الله عز وجل قدم أن الخمر والميسر توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ثم قال الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة مع أن المقدم أبدا هو ذكر الله والمقدم الصلاة لكن هنا بيان واضح لهمية نفي كل ما من سببه أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس فحربت الخمر من هذا الباب أنها من آثارها أنها توقع العداوة والبغضاء لأن الإنسان إذا شرب خمرا جاء بغاب عقله وإذا غاب عقله جاء بأفعال وأقوال تجاه الآخرين لا يفعلها في العادة إذا كان عقله حاضرا ومن هنا كان هذا البيان في سورة الحجرات فيها الآية التي تتكلم عن أنه إذا وقع الاقتتال بين المسلمين الله عزيزي يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نحن نعرف الأحاديث التي تقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونعرف الحديث الذي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما باله المقتول قال أنه كان حريصا على قتل أخيه ونعرف الحديث الذي يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لكن الآية هذه تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني أثبتت الإيمان الإيمان هنا مثبت بعد الاقتتال قبل الاقتتال وبعد الاقتتال هذا يعني أن نحمل تلك الأحاديث التي تجعل قتال المسلم بمنزية الكفر أن ننزل قتال المسلمين بعضهم لبعض من الكراهة في نفوسنا منزية الكفر يعني يصبح هذا الأمر من الكراهة إلى هذه الدرجة الشريعة كلها جاءت لبشر بشر ليسوا بملائكة يقع منهم الخطأ ويقع منهم التجاوز ويقع منهم ما يقع فالشريعة جاءت لترتفع بالمسلم إلى درجة المثال هي ليست مثالية وليست واقعية تنفصل عن المثال هي تجمع بين الواقع وبين المثال فالمثال اللا يتقاتل المسلمون لكن واقعا المسلمون يقع بينهم القتال المثال اللا يسرق المسلم لكن واقعا في المسلمين من يسرق المثال أن لا يقذب المسلم لكن واقعا في المسلمين من يقذب وعلى هذا فالشريعة كل هداياتها وكل تنضي في أن ترتفع بالناس إلى هذا المثال لكنها تعالج المشكلة إذا وقعت يعني لا يمكن أن تأتي بشيء مثالي غير موجود في دنيا الناس ثم تجعله حكما ومنهجا ولذلك الشريعة جعلت الحدود في السرقة وجعلت الحدود في الخمر وجعلت الأحكام عند تقاتل المسلمين لأنها تخاطب بشرا يقع منهم كل هذا فالقرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أصلحوا بينهما يعني لا يجوز أن يبقى الناس كالمتفردين والاقتال يقع بين مسلمين يقتل المسلم أخاه المسلم فأصلحوا بينهما هذا واجب فأصلحوا بينهما فإن بغد إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله هنا يصبح المحاولة الأولى هي الإصلاح بين الفريقين المتقاتلين المتقاتلين فإذا تبين أن فريق رضي بالصلح وهو لا يميل إلى اعتداء ولا يميل إلى الظلم ويريد الخير وفريق آخر يريد الاعتداء والبغي والعدوان وهكذا فينبغي على الذين كان حالهم في أول الأمر أنهم فقط يتوسطون للإصلاح أن يقاتلوا هذه الفئة الباقية التي تبغي وليس قتالا مقصود به استئصال الشأفة ولا استئصال الأخضر وإنما المقصود فقط أن ترجع هذه الفئة من بغيها ومن عدوانها فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله يعني حتى ترجع إلى أمر الله هذا هو المقصود فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا فإن فاءت ورجعت ورجعت إلى الحق ورجعت إلى الصواب ورجعت إلى العدل فلا يجرمنكم الشنآن الأول أن تواصلوا في قتالها أو تواصلوا في الاعتداء عليها هنا يرجع الناس جميعا إخوانا كما كانوا أول الأمر من البداية ولا يكون بينهم إلا العدل والقصد إن الله يحب المقصطين ثم جاءت بعدها الآية التي ذكرناها من قبل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا كله من باب الحرص على هذا الكيان المسلم يعني الغتال نفسه من بابي فقط أن ترجع تلك الفئة الباقية والمعتدية والذي ضرب المثال الأعظم في هذا الباب هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان خرج عليه فئة من الناس كانوا يصيحون عليه في المنبر يقاطعونه في حديثي يقولون إن الحكم إلا لله هذه العبارة التي قال عنها الإمام علي قال كلمة حق أريد بها باطل نعم الحكم لله لكن بأي تصور وبأي فهم وكيف يكون فقال كلمة حق أريد بها باطل وكثير من الشعارات ربما كانت هي في أصلها كلمة حق لكن المقصد والمآلات المقصودة منها باطل فقال كلمة حق أريد بها باطل وأظهر لهم من السماحة كل هذا كان حرصا على اجتماء كلمة المسلمين ما قاتلهم إلا بعد أن رفعوا في وجه السيف وقاتلوه فقاتله قتال الفئة الباغية هذه وهو يقاتلهم كان حريصا على إنصافهم حريصا على إنصافهم حتى في الحكم عليهم يعني تروي الروايات أنه رضي الله عنه أرضاه سمع بعض الناس يصف الخوارج بأنهم كفار فقال لهذا القائل هم من الكفر فروا ليسوا بكافرين هم من الكفر فروا قال له إذن هم منافقون قال ليسوا بالمنافقين القرآن خبرنا عن صفات المنافقين أنهم لا يقومون إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس وأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وأنهم وأنهم هذه صفات المنافقين وهذه صفات كلها ما كانت في الخوارج بل بالعكس الخوارج كانوا أهل قيام للليل وأهل ذكر متصل وأهل تلاه وللقرآن وأهل ما كانت فيهم صفات المنافقين لكن كان عندهم فهم خاطئ منحرف حملهم على ذلك الانحراف الكبير فقال لهم ليسوا بكفار وليسوا بمنافقين لأن صفة النفاق ليست فيهم قالوا له ماذا نقول فيهم يعني إذا كنا الآن نحن نقاتلهم وهم ليسوا بكافرين وليسوا بمنافقين فماذا يكونون قال إخواننا بغوا علينا فقط إخواننا بغوا علينا نحن الآن نقاتلهم قتال الفئة الباغية المعتدية التي نرجو لها أن ترجع وأن تفيئة إلى أمر الله لكنهم ليسوا بكافرين وليسوا بمنافقين فلننظر إلى هذا العدل وهذا الإنصاف مع فئة هي تكفره وهي تقاتله وهو إمام مبايع للمسلمين وهو من هو منزية في الإسلام وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مع ذلك كله كانت فيه هذه السماح وكان فيه هذا الوعي بوحدة الكيان المسلم الذي يرجو أن يكون وحدة واحدة مثال آخر تكرر في عصر مختلف هو في زمان الإمام أحمد بن حنبل لما كانت تلك الفئة كانت تلك الفتنة فتنة خلق القرآن التي نصر فيها المعتصم ذلك الرأي المنحرف وجعلها عقيدة يعني يعذب فيها الناس وعذب فيها الإمام أحمد بن حنبل نفسه لكن الإمام أحمد بن حنبل لما جهز المعتصم جيشا غازيا للروم وانتصر لكرامة امرأة مسلمة قالت وام معتصما وكان منه هذا الصنيع الإمام أحمد بن حنبل شكر له هذا الصنيع وعفى عنه وكان يرجو الله أن يجعل في هذا الذي فعله كفارة عن ما مضى من أمره فهذا كله يدل على وحدة الكيان المسلم الذي فهمها الأئمة الهدات الذين سبقوا والذين ساروا عليهم الصالحون ساروا على هديهم الصالحون من الناس من بعد فالله نسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا نورا وهدا وضياء هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة